إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفُضَلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المُبارَك وفي هذا الشهر المُبارَك شهر العزَّة والكرامة وفي هذا البيت المُبارَك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنَّته إنه وليُّ ذلك والقادرُ عليه أحبَّتي في الله لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سلسلةُ دروسٍ ومحاضراتٍ طُعطى في المسجد النبوي إنما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يغتنِم الوقائع والأحداث ليُعلِّم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم دروسًا عمليَّةً خلال الحدث فلطالما أوقف الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم في الطريق ذاهبون أو عائدون في المقابر في الأسواق في الطرقات إذا رأى فرصةً يقف صلى الله عليه وسلم ليُعلِّم الصحابة رضي الله تعالى عنهم درسًا شاهدوه وسمعوه ليستقرَّ ذلك في قلوبهم ومشكلةُ الأمة عموماً إلا من رحم الله أن الأحداث التي تمرُّ عليها عظيمة لكن قلَّ ما نتعلمُ منها الدروس لذلك يا الحبَّة في الله دعوني أن أكون وإياكم في هذه الدقائق القليلة تلميذاً مؤدَّباً في مدرسة الرجال يتعلم من أساتذةٍ أبطال دروسًا عمليَّةً لمن فهمها وعلمها ليتخرَّج من هذه المدرسة ويحمل شهادةً متوَّجةً بالعزة والكرامة إنها مدرسةُ غزَّة مدرسةُ الرجال والحقيقةُ أن معرفةَ وتعلمَ الدروس لا يمكنُ أن تتَّسِع له خُطبة ولا درس ولا مجلس لأن أغلبَ القرارات والحركات والسكنات والأفعال التي يقومُ بها جميعُ أهل ذلك القطاع رجالًا أو نساءً كبارًا أو صغارًا كلُّها دروس فما نظرتم لمقطعٍ أو سمعتم صوتًا لهم كان عبثًا لا والله ما من مقطعٍ مرئيٍ شاهدناه ولا كلمةٍ مسموعةٍ سمعناها إلا تعلمنا منها الكثير من الدروس والعبر فوالله هذا الشهر المبارك الذي نحن في ختامه بالنسبة للأمة بمثابة سنواتٍ طويلةٍ من الدروس ولو قضت الأمة سنوات وهي تريد أن تتعلم تلك الدروس لمرَّت السنوات وما تعلمت شيء أمام تلك الدروس العملية لا النظرية الواقعية لا الخيالية التي علَّمتها مدرسة الرجال مدرسة غزة للأمة علَّمتنا غزة إذا جلسنا على الطعام أن نُقدِّر النعمة كم جلستم على الطعام وتفكرتم عندما رأينا مناظر الطوابير على المخابز عندما رأينا أرغفة الخبز الممزوجة بالدماء عندما رأينا كسر الطعام تُقسَّم على العائلة الواحدة أليس جميعنا بإذن الله تحرَّكت عنده عاطفة شكر النعمة أليست كلمة الحمد لله أليست كلمة الحمد الآن تختلف عما قبل الطفان ألست عندما تدخل إلى بيتك الآن تنظر إلى الأعمدة والجدران والسقف تقول الحمد لله ما زلت أنام في بيتي لا على الطرقات أرى بيت الذي جمعت له مالا حلالا فاشتويته أو بنيته أعيش فيه مع عائلتي عندما أمسك الماء لأشرب عندما أغتسل بالماء أليس الحمد الآن يختلف عن قبل هكذا الأصل عندما أرى أهل غزة يغتسلون بماء البحر المالح ويغسلون ثيابهم بالماء المالح ويغسلون أنيتهم التي يأكلون فيها بالماء المالح صار الماء الذي نسينا شكره بالنسبة لنا الآن نعمة عظيمة أليس جلوسك مع زوجتك وأولادك الآن تنظر إليهم نظرة مختلفة حدثني أحد الإخوة التائبين الجدد الذي ابتلاه الله بكثير من المعاصي لسنوات طويلة يقسم بعدما تاب جلس معي من فترة قليلة قال والله لا قدر الله يا شيخ لو جاءني الآن نبأ موت أو استشهاد زوجتي وعائلتي وأولادي لما تحرك قلبي كثيرا نسأل الله العافية طبعا لكن الآن النظرة للعائلة والزوجة والأولاد والطعام والشراب والبيت ونفسك والنعم اللي أنت فيها والعافية اللي أنت فيها ويديك التي ما زالت معك والأقدام ولسانك وعينيك وكل النعم ماذا أعد ماذا أعد من نعم كل النعم الآن نقول لها الحمد لله لذلك من الدعاء الذي أوصي نفسي به وإخواني أن نتعلمه ونحفظه في هذه الأيام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول احفظوه جيدا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفُجاءة نقمتك وسريع غضبك ردده وإحفظه وعلمه لزوجتك وأولادك وكلما تذكرت النعم استشعر بحقيقة هذا الدعاء وقله علمتنا مدرسة الرجال أنه لا رابط بين النصر والماديات فجنود الاحتلال الآن يسلمون ما تمت صناعته في هذا الشهر من أحدث أنواع الدبابات والطائرات والمدرعات والأسلحة الرشاشة فما إن نزلت مدرعة النمر التي سمّوها هكذا حتى يقول للأمة أن الأسلحة المصنوعة باليد المحلية لا تستطيع هزيمتها ولا تفجيرها ولا تفتيتها بتأييد ومدد من الله جل جلاله لم تصمد يوما أتذكرون السفينة المسمات بالتايتانيك التي عندما صنعها المهندسون سمّوها بالسفينة التي لا تغرق يأبى الله جل جلاله إلا أن يوجّه القلوب إليه وأن يعلم البشر أنهم عباد ضعفاء علمتنا غزة حقيقة اسم الله القرى القادر المقدر وأن البشر ضعفاء علمتنا مدرسة الرجال علمتنا مدرسة غزة الجواب على الشبهة التي طُرِحَت على الأمة من سنوات مش ربكم رحيم ورحمن ورؤوف كريم ليش النار؟ لما النار؟ من أسئلة الإلحاد التي تُبث بين الشباب لما النار؟ لما خلق الله النار؟ هل الآن بعد رؤية هذه الأشلاء والدماء والأطفال والرجال والنساء بعدك عم تسأل نفس السؤال؟ أليس كل واحد مننا الآن يتمنى أن يصل ليوم القيامة؟ ليسمع الأمر من الله أن يُؤخذ هؤلاء القتلة إلى مصيرهم الذي ترضاه أبسط فطرة بشرية؟ ولما الجنة؟ لما خلق الله الجنة؟ حتى يتنعم أولئك البؤساء الفقراء الذين ضحوا الذين بإذن الله جل جلاله عندما يُغمس الواحد منهم أول غمسة في الجنة يسأله الملك جل جلاله عبدي لكنت كل حياتك عم تتعب وعايش بالأنفاق ويمكن ما قدرت تطلع على فوق كتير ما تر رأيت زوجتك وأولادك ولا تنعمت مثل ما تنعم غيرك فيُغمس غمسة في الجنة بس أول غمسة لسه ما عاش أول يوم ولا أول شهر لسه بس غمس وطلع هكذا قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم فقال جل جلاله عبدي هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول وهو صادق لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شقاء قط أو كما قال صلى الله عليه وسلم علمتنا غزة يا حبة في الله كيف نقرأ القرآن والله أعلم أن الكثير منكم بإذن الله جل جلاله الآن قراءته للقرآن تغيَّرت هذا ظننا بالأمة المحمدية القرآنية المباركة كم من آياتٍ مررنا عليها الأصل أن نفهمها بفهم السلف لكن من نعمة الله علينا أنه يجعل في كل مئة عامٍ من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فأحسبهم والله حسيبهم من مجددي هذا القرن الذين جددوا في الأمة الروح والفهم للقرآن والكتاب والسنة أي آيةٍ أضرب بها مثال عن أي آية أتكلم كل القرآن فهموا الآن اختلف كنت أقول لإخواني في درس من الدروس لطالما من نحن وصغار قرأنا سورة البروج كتير قرأناها لكن والله قراءة البروج بعد الطفان اختلفت قراءة آل عمران بعد الطفان اختلفت قراءة الأنفال بعد الطفان اختلفت عندما تقرأ الآن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كمان على المنبر قلتها كمان تقرأتها وسمعتها ورددتها لكن الآن الفهم اختلف اليقين عليها اختلف كم سمعنا قول الله جل جلاله ولما رأى المؤمنون الأحزاب لاجتماع القوى العالمية والطائرات قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ما دم بالرعب ما دم بالرعب للقلوب هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما عن أي آية نتكلم كل القرآن اختلف وكل الأحاديث اختلفت بعد الطفان علمتنا غزة وهي الحبة في الله أن قضية الأقصى وفلسطين هي قضية الأمة كانت بتستطيع غزة يا إخواني بقرار واحد أن تأخذ ما لم تأخذه الدولة في الأرض بس طبعي بس تعرفي شو بنعملك بغزة بنعملها المدينة الأولى عالميا بنعملها مدينة الفنادق والسياحة والشواطئ والمطارات والفنادق والأتلات وضعوا أمام خيارين غيرهم ممن تعلمون اختار أن تحول دولته إلى محافل للغناء ومراقص وأماكن للفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات فقط فقط قولوا لنا طبعنا وافقنا لن نتكلم سنغير الاستراتيجية سنغير منهجية التفكير تنعم سنغدق عليكم الأموال من كل حذب وصوب صاحب القضية لا يبيعها بمال صاحب القضية كم من إخوة سمعنا عنهم وسمعتم في ما يدور حول المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى أصحاب أراضي وأصحاب بيوت والله الواحد منهم قد لا يجد ما يأكل عرض عليه أن تشتري منه الدولة الغاشمة الصهيونية بيته لا أقول بالألاف والله بالملايين والتقدير العادي للبيت ما بيسوى خمسين ستين ألف مئة ألف بالملايين ملايين الدولارات فقط بيع بيتك أخرج من أرضك هذه المسألة ليس لها علاقة بالمال عندما تعقد العقائد في القلوب وعندما تثبت العقائد وترسخ في القلوب لقم للمال لو جئتموني بأموال الدنيا لأتنازل عن القضية العقدية الإيمانية لن أتنازل فلذلك اللي بده يتفلسف ويتكلم أنه نشوف شو عملوا بحالهم يعني مثل اليوم لو بيجي خبر أنه والله فيه بطرابلس مثلا ما خلص أنت يعني دعيلهم بس بحاجة بصيدة تعمل شي عشان ترابلس ما أنتوا يغزة في مكان والمسجد الأقصى في مكان أنتوا هالقطاع المحاصر دمرتوا راح كل شي شغلينه من أجل المسجد الأقصى ما دعولهم بس سولوا نحن معكم بالدعاء وممكن ننزل كم حالة عنا وممكن نجمع شوية أموال قال لا مستعدين نفني أعمارنا بالأنفاق ومستعدين نخسر نساءنا وأولادنا وبيوتنا لكن هذه قضية مربوطة بالإيمان علمتنا غزة الكثير علمتنا غزة دروسا لا يمكن أن يفهمها إلا كل صاحب قلب واعٍ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين علمتنا غزة والحبة في الله أن النصر لا يُفتح بابه إلا بعد زمانٍ من جيل الإعداد الرباني وعلى رأسُه القرآن الكريم فمما بلغنا وبلغكم أنه قُبيل المعركة بأيامٍ قليلة جلس أكثر من ثلاثة آلاف طالب غزوي يُردِّدون كل اثنين على بعضِهما القرآن الكريم كاملاً يُسمِّع الواحد للآخر والثاني للأول ختمةً كاملةً بيومٍ واحد وهذا ما جاء عبثًا إنما جاء بعد سنواتٍ طويلةٍ من تقديمٍ لأهل العلم والقرآن في صناعة ذلك الجيل فجيل القرآن وحفاظ الوحيين الكتاب والسنة هم الذين فتحوا ذلك الباب المبارك باب الشرف والعزة للأمة فلا يُصنع الرجال في المقاهي والطرقات ولا يُصنع الرجال كما يظن الواحد ابتداءً في النوادي الإعدادُ البدني لا بأس به لكنه بعد الإعداد القلبي لا يُصنع الرجال إلا في مساجدنا الفساح في حلق القرآن والأحاديث الصحاح من خان حيَّ على الصلاة خان حيَّ على الكفاح الذي لم يَعْلَمْ بَعْدُ أَنَّ الَّذِي لا يستطيعُ أن يُلَبِّي حيَّ على الصلاة وهو في عملِه زوجته، زوجته، ولده لن يستطيعَ أن يُلَبِّي حيَّ على الكفاح فعندما لبَّوا حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح لبَّوا بعد ذلك بحيَّ على الكفاح تعبت الأمة والمربون في الأيام القليلة الماضية في التفكُّر كيف نُصلِح الجيل الجيل تعلَّق بالتليفونات وتعلَّق بالأخبار وتعلَّق بالألعاب فانشغل الناس والمربين والأساتذة والعلماء كيف بدِّي يطلِّع التليفون من إيد ابني كيف بدِّي يرَجِّع له علاقته بالله فجأة نجدُ أن الأبناء والبنات الصغار يتسابقون مع أهليهم ويسبقونهم ليجلسوا أمام شاشات التلفاز ليسمعوا أخبار الملثَّمين وهم يزُفُّون أخبار النصر والعزَّة للأمة يُسكِتوا أباءهم وأمَّهاتهم تركوا ألعابهم وطعامهم وشرابهم ليسمعوا أخبار العزَّة من غزَّة الأبية وهم لم يتجاوزوا الثلاث والأربع والخمس والست سنوات وين تعلُّق بالألعاب والفيديوات والتليفونات لتعلم أن الفطرة لتعلم أن الفطرة في الأمة موجودة وأنها جوهرة مكنونة مُمكن ببعض الظروف اتغبَّرت شوي هالجوهرة لكن لم نلبث قليلاً حتى جاء الأبطال لينفضوا عنها تلك الرمال وذلك الغُبار لتشع روح الفطرة في الأمة من جديد شباب عكفوا سنوات على معاصي من زنى وخمور وغير ذلك والله عندما بدأت الأحداث ترى هم يبكون أحياناً أكثر من مُصلين أكثر من أهل مساجد الغير موجودة الفطرة عن شبابنا موجودة فعلمتنا غزة أن الفطرة السليمة في الأمة بإذن الله جل جلاله لا ولن تضيع أهل غزة أي الحبة في الله وأختم بهذا الدرس المبارك أهل غزة واحدٌ من ثلاثة لا رابع لهم أهل غزة واحدٌ من ثلاثة لا رابع لهم إما في الأنفاق يحفر ويبني ويُعد جاهد نفسه ففارق أهله وبيته استعد أن يقضي ليالي وأيام وساعات طويلة في الأنفاق وحدِّث عن الأنفاق ولا حرج لا شمس لا هواء لا طعام مناسب لا ماء مناسب يقضي فيها سنوات مساحة مسافة الأنفاق التي تُقدَّر الآن في غزة أكثر من خمسمائة كيلو منها تحت الأرض ما يصل لأكثر من ثلاثين وبعض قال أربعين والبعض قال ثمانين متر هذا يحتاج لسنوات من عمل وإما قسم ثاني متفرِّغ للإعداد القلبي والعلمي مساجد غزة في أغلبها كما نُقِل لنا من ثقاتٍ من الداخل الفجر فيها في كثيرٍ من مساجدها كالجمعة حلق القرآن فيها دائما متواصلة حلق العلم والإيمان دائما متواصلة السؤال اللي بين هذا وذاك إني ما عنده النسوان لا لا يعني بين قوسين لو ضحكتوا شوي أربع بيتزوجوا غزة وثلاثي واثنين قليل منهم من هو مفرد وعندهم أولاد والأولاد عندهم بكثرة طيب شيخ ما عنده أشغال وأعمال يعني ولا ما بيشتغلوا ولا ما فتكيين لا لا تجار وأشغال وأعمال كيف نسقوا ورتبوا حددوا الهدف وطلبوا من الله وعانهم الله طلبوا من الله وأعانهم الله اشتغلوا للدنيا مش لأنه دنيا اشتغلوا بالدنيا لأنه تافه بدي يمشوا حياتهم شوي شوية أيام بدي يخدوها وعندهم هدف وعندهم قضية فقالوا يا رب بالدنيا مش لتأخذ أشغالنا مش لتأخذ أوقاتنا مش لتأخذ عمرنا وتفني عمرنا منشتغل في الدنيا ومنتقن الدنيا لنطلع فيها شوية كسب فكل واحد منهم في عمله وماله نسبة تقدم للدين ولخدمة الدين وللإعداد على جميع النواحي والجوانب العلمية والعملية وغير ذلك فهم أصحابه هدف فتجارته وعمله وزواجه بس راح لعنده ألا عشان تعرف كيف خطبتي وكيف الزواج ممكن مضل معك دايما ممكن تدعوني يدعوني ديني ممكن ما يكون معك كل الوقت فأنت جاهز تكوني معي على هذا والأولاد بدنا ربيهم على هذا فهذه هي غزة وهذه هي مدرسة غزة بين متفرغ في الأنفاق أو متفرغ في المساجد أو من يعمل في دنياه ليقضي بها حاجته ثم يتفرغ لدينه هذا الذي يجب أن نتعلمه من أهلنا وإخواننا والدروس كثيرة والعبر كثيرة لكن هنيئا لمن تعلم ويا حسرة على من مرت عليه الأحداث ولم يتعلم فلابد أن تسأل نفسك ماذا غيرت بي غزة وماذا أثرت بي ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعفو عنا إلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلِّمنا آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها مولانا رب العالمين لا تجعلنا في هذه الساعة المباركة ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مُبتلًا إلا عافيته ولا مُجاهِدًا إلا نصرته ولا مكلُومًا إلا أعنته ولا شهيدًا إلا قبلته اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين وأهل غزة خيرًا فخذ بيده إلى كل خير ومن أراد بنا غير ذلك فخذه أخذ عزيزٍ مُقتدرٍ يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم اجعلنا من عبادك الأولياء الصالحين المنفقين المقدمين المناصرين لإخوانهم في كل بُقعةٍ يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدٍ يعزُّ فيه أهل طاعتك ويُذلُّ فيه أهل معصيتك ويُؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وصلِ لهم على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر